لم يعد أمر غريب اعتماد ميليشيات الصخيرات على المرتزقة والإرهابيين لتقوية شوكة ميليشيتها فالمقاتلين الأجانب اتصدرون صفوفهم في صحات القتال آخرهم طائرة ميراج F1 والتي أسقطتها مضدات الجيش الوطني أثناء إغارتها على مواقع في واد الهيرة الواقع بين مدينتي العزيزية وغريان جنوب ترابلس وتبين لاحقا بعد القبض على الطيار الذي يقود الطائرة الحربية تابعة للكلية الجوية في مصراته هو مرتزق يحمل الجنسية البرتغالية ميراج F1 آه آه يا أخي قاعد إليه تندزك صورة ميراج F1 الطيارة برتغالي ميراج F1 وسرعان ما تحركت صفحات ميليشيات السراج وبدأت تحاول نفي الخبر بحجج وأكاذيب يصعب على العقل استيعابها منها من قال أن الطيار متحصل على الجنسية الليبية منحها له النظام السابق وهو مسلم الديانة واسمه بعد الإسلام خالد وعلى الليبيين تصديق بأن هذا الطيار كان يدافع عن ليبيا صفحات أخرى ومنها صفحة مزورة تتحدث باسم صحيفة المرصد قالت أن الطيار يتبع لعملية صوفيا التي يديرها الاتحاد الأوروبي لمراقبة تدفق الهجرة غير الشرعية ولكن الجميع يعلم بأن أغلب الطائرات المستخدمة في عملية صوفيا هي طائرات بدون طيار بالإضافة إلى أن نوع طائرة ميراج F1 لا يستخدمها الاتحاد الأوروبي خلال العملية كونها طائرة من طراز قديم نهيك بالذكر على أن الطائرة كانت تغيرها على مواقع قتال منفذة ضربات جوية في منطقة جندوبا بالقرب من غريان حسب ما أفاد به شهود وعيان رواند لعبيدي ليبيا الحدث ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر